السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة نرحب بكم حبيباتي في هذ الفيديو جديد لاح يكون إن شاء الله فيديو متنوع في هذ الفطائر الهيلة غير في المقلة يجو بزاف خفاف سيدك خبها كاس علي يعني وجبة عشاء خفيفة و بزاف بنينة عريحان بارتاجي معكم تاني وصفة البغرير بسميد متوسط بسميد متوسط يجي به البغرير خفيفة بزاف خير من الفارينة و خير بسميد رقيق و رايحان بارتاجي معكم شوية هكا تنظيف شوية إيجابية كما تحبو كامل برض حبيباتي نقول لكم ما تنسوش خليولي لايك لايكات تحكم بزاف يشجعوني يعني حاولوا تخليولي بزاف لايكات باش نتشجع ونحط لكم هكا فيديوهات يومية ولي ما اشتركت شو نقول لك حبيبتي اشتركي و ما تنسيش اكيد فعلي الجارس هكا باش اي فيديوهات تخرج لك مباشرة هنا بديت لكم لا فيديو حبيباتي بلا شامق تعبناتي هنا كلفتهم كل واحدة وش تدير صراحة يعاونوني هنا مشي صبح ولادي صباح صراحة و ما تنسيش اكيد و ما تنسيش اكيد و ما تنسيش اكيد هنا بعد ما فطرنا و صلاة و صلاة الظهر كلفتهم كل واحد وش تدير على بلكم في الصيف بزاف غبرة و مليحة كانوا نمسحوا الارضية يوميا بش ننبردوا شوية الحالة كلفتهم كي ما قلت لكم كل واحد دوش يدير ثو ما تاني مليح تولفوا ولدكم عا كي عاونوكم في الشغل يعني كساسوها البنت ولا الذكورة مملي قرصان يعني ما في هولو اذا عاونو يعني تولفوهم تقولوا لهم مدام راكم عايشين معانا في الدار راكم ترقدو تنوضو وش عليه اذا درتو فراشكم اذا فطرتو معانا وش عليه كي تنوضو يعني اذا دي براسيتو لطابل ولا عاونتو و خياتكم هاكا في المواعن ولادكم من اللي يكونوا صغر حاولوا تولفوهم مملي قرصان تولفوهم يعني مشي عيب يتعاونو في الشغل من عندك الام تكون مريضة من عندك تكون عيانة يعني ملاح ملاحتو الفولادكم عاكا يعاونوكم في الشغل شوية شوية بينسوك يكونوا صغار ما تطولهمش اشغال بزاف ولا لي تعبهم ما يعاونوكم هنا صورت لكم غير بعض اللقطات ودخلت دي غاكتو من الكوزينة هنا هنبدالكم بالبغرير وبعد نروح للفطائر درت ثلث كيلات ولا ثلث كيسان تاع السميد متوسط درت مولة وكاس واحد سميد رقيق والفارينا ري حندير زوج مغارف كبار الفارينا درت ماما ملعقة كبيرة تاع السكر وملعقة كبيرة ممسوحة داع خميرة الخبز وهنا حطيت قدامي زوجة خميرة كيميائية والملح نديرهم في الاخر بالنسبة للماء حبيباتي ديروا مدافي انا قدرت هنا ربع كيسا شوفوه بعد خلط شوية وشوفتها بزاف انا شفتها ضفت الكاس الخامس يعني شوفو هاد الكاس اللي حطيته قدامي خلط شوية خلط شوية ثلاثة متوسط وواحد وزوج مغارف فارينا درت فيهم خمس كيسان تاع الماء دافي بنفس الكاس اللي كيلتوا به السميد تتكيلوا به الماء هنا حطيت قدامي الكاس السادس بسح ما اضفتش منه والو جانيس وسوى وانتو ما اذا استعملتوا يعني سميد كان يشرب بزاف وشفتوا الخالطة تاكو منها شف زيدوا له شوية تعلموا خلط شوية بالملعقة ومبعد بالبغا ميكسر تخلطوا تخيبيا حسبولوا واحد خمس دقايق وانتو ما تخلطوا صنزاغي حتي تشكلوا هادوك الفقاعات ومبعد في الاخير ضيفوا الملح على حسب الذوق انا قدرت ملعقة صغيرة وضيفوا زوج اكياس تاع خميرة كيميائية تقدروا تزيدوا تخلطوا غرب البغا انا غرب هادو الغرة تقعد نخلط ملح تنساجمت ملح هذيك الخميرة الكيميائية مع الخالط التاعي هنا البغر التاعي راه واجد رايح نخلطو نغطيه عفوا بعد ما نخلطو ملح نغطيه نخليه خمس دقايق حسبولو خمس دقايق وبدأوا تطيبه هنا تطيب تحلن واحدة كين لقاطة فراحولي هذوك الوالة بسرح صدقوني كامل اللي حبت تاع البغر راح ينتقبوا يجو بزف خفاف كيما كم تشوفوا حاولوا تطيبوهم احتيت تحمروا ملتحت انا نحبهم هكا محمرين ملتحت وطيب ملح بيانسوق واي وحدة طيب يعني كل وحدة طيبوها دهنوها ملح هكا بالزبطة حكموها مخصوها كفيتكم تاع الزبطة وطيب دهنوها ملح قبل ما تحطو فقها اخطاء هذ البغرر تاع السميد متوسط يجي خفيف يعني كي تاكلوه بزف خفيف ديجا تجارتي كي بعثت لها منه وعجبها بزف خفقة اللي لازم تعطيلي لغوزها ثم شغول كي تاكلوه جاي متحسوه بالخفيف على بلكم السميد متوسط يعطي خففة للبغرر خير متاع الفانينة ولا تاع السميد الارقيق اللي تحسوه شوية كم معجن كي تاكلوه كي تاكلوه يعني متحسوش بزف خفيف في فمكم شوفوا الشكل تاعه هنا بعد ما دهنت الحبه ملح بالزبطة وهنا شوفوا صورتلكم شحل من حبه باش تشوفوا بالوصفة النجحة وان شاء الله تنجح معكم السميد قلتلكم استعملت مولة الارقيق والمتوسط نفس الماركة والفانينة استعملت ماما يعني عطيتلكم كامل الماركة اللي استعملتهم وان شاء الله باش ينجح معكم البغرر برق خلوه يخمر خمس دقائق ما تخلوه شي طويل بزف والا حبيباتي شوفوا الحبه الله الله يعني جوا مطقبين وجهائل يعني هذ البغرر هنا كل واحدة نحيها اني ندهن فيها بالزبطة كما كم تشوفوا وهنا يا حبيباتي حبيت نورلكم هذ الحبه الخرانية كامل جت صغيرة شوفوا وجت محمرة ملتاح جت متقوبة وشو نقول لكم البغرر كتكونوا طيبوا فيه يعني قد ما يجي شبب صح الحبه الخرين يجو خير وخير مع البالي شي يخمر ملاح ويعني يدي وقته يجو الحبه الخرين بغامه بزف هالين انتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه وتنجح معكم مداما يعطيت لكم يعني كامل اسرار وكامل المارك اللي استعملتهم هنا نروحوا مباشرة للفطائر اللي هما بزف سهلين شوفوا ديت زوج حبه بطاطه صغار ثم هذا عندكم البطاطه كبيرة ديروه غير واحدة حاتك فيكم قطعتهم كما كم تشوفوا نطيب هاد البطاطه عادي في الماء وبلا الملح غير في الماء نحطيت لهم الماء ودرتهم يغليوه من جهه واحدة اخرى بون حطيت البطاطه تاعي طيب من جهه واحدة اخرى كونوا منظمين برك في خدمتكم بش ديروهم في وقت قصير بزاف اديت مقلة وديت حبه متوسط عبصل قطعتها بيدة يعني دو بخيفيرونس قطعوها بيدكم مترحيوهاش في الفلاشوار يعني تقطعوها هكا مربعة صغار حطوا لها شوية على الزيت هنا نحضروا الحشو بالخف وخليوه بصلتعكم حتي يدي شوية لون بني ما تديروا لها ملح لاوال وغير الزيت وبعد تضيفوه كميه صغيرة برك تاع لافيونداشي هاد الافيونداشي تقدروا تعوضوها بالبولة واللطن كي ما تحبوه بعد ما طابت لافيونداشي ضفت لها كميه تاع المهد نوز هنا ما صورت تغير الملح وفلفل كحل بالنسبة لتوابي الملح وفلفل كحل والحشو تاعي راه واجد هنا بعد ما طابت البطاطا تاعي صفيتها ملح في امبول ديت امبول كبير هنا اذا شفتوا بالليل عائلة تاعكم كبيرة تقدروا الدوبلي وهاد المقادير نكتفوش حال تخرج لي هادي حطيت البطاطا تاعي كسرت عليها زوج حبات تاع البيض درت كاس تاع الفارينة وكاس ونص تاع الحليب هاد الكاس يرفيد ميتين واربعين ميلي لتر ديروا الملح على حسب الذوق تاعكم وشوية تاع فلفل اسود بالنسبة لهاد العجينة يعني سهلة بزاف كي ما كم تشوفو ديروا كل شي على ضربة وخلطوه بالبغاميكسر تقدروو تديروه منفه الي عندكم غوبو هادك للطاس تقدروو تديروه لداخل هادك تعجيه ثاني بزاف حيل ترحي ومليح لسانسيال تتاكدو باللي البطاطا تاعكم سختو الترحات مليح شوفو حين تحصلو على مزيج شوية خفيف كي ما كم تشوفو انتو ما يداش فتوه ثقيل بزاف زيدو شوية ماء ولا شوية حليب كي ما تحبو في الاخير ضيفو كمياتها معدنس يكون هكا مقطع رقيق هذا اختياري الناس لي ما تحبش المعدنس تقدر تستغنى على هاذ الخطوه بصح انا نشوفو بلي يعطي ذوق هايل ومن في النظر يجي شبع بالفطائر تاعكم يجو بزاف هايلة تحكموا مقلع تاعكم ولا إن كريبيا تسخنوها مليح انا دهنتها بشوية زيت قدرت شوية زيت غرف انبابي وقعدت نمسحها اشاك فون دير واحدة نمسحها حطو كميه تخليوها حتى تتحمر من تحت متحولوش تقلبوها بلا ما تحمر بسكو تتقطع معاكم كي تتحمر مليح غير بالعقل تقلبوها وديروا الحشو تاعكم الحشو حبيباتي مشي شرط الافيوند تقدروا تديروا الطن ولا تقدروا تديروا البولي ولا تقدروا تكتفي وغير بالأجبان لانو الصحف هاد الوصفه هم الأجبان انا قدرت الجبن تاع المرباعة هادوكت علي ساندويج وزد شوية قودة هكا رابيتو من فوق كان عندي انتوما اي جبن عندكم يعني تقدروا تديروا ف هاد الوصفه خيروا برك الاجبان دي تكون تذوب بش تعطيلكم قوام مليح بالآخر تقدروا تديروا انتوما غير شوية هكا زيتون مع الفخوماج اي جي ثاني اي جي وجبه خفيفه تحمروا مليح الفطائر تاعكم شوفوا كيفش تحمروا الله الله تبقوا هكا تقلبوا فيهم وتضغطوا عليهم في المقلع لانار متوسطى حتي يطيبوا مليح تأكدوا بلي طابوا مليح هاد الفطائر ميجوش مقرمشينا يجوكي ملك حب لطريين ببزاف كيتوشيهم يعني بزاف طريين انا حندير معكم مش حلمة واحدة بش تشوفوا طريقة مليح هي سهلة بزاف يعني مشي كامل حاجة صعيبة برك الاسرار اللي نقول لكم اول حاجة ما تقلبوهاش قبل ما تحمر خلي واحدة تحمر كيما لك خب وقلبوها الحشو ما تكثروش بزاف بش ما يخرج لكمش وكيت تحطو لي فخوماج جاوعكم وتقلبوها حاولو تضغطو عليها مليح سختو في الاطراف هكا بش تتغلق مليح وهدك فخوماج كي يضوب رايحي يعاونها بش تشغل شغل هو العكل اللي راح يلسق ويثبت هادي الفطائر ها كامل اطراف شوفوا كيفاش ينضغط على الاطراف مليح وكيت تطلو عليهم تلقوهم تحمروا شوية قلبوهم يعني لازم يدوت حميرة شابو فلا حبيباتي راحين تكملوا كامل بهذا الطريقة فلا حبيباتي بعد ما كملت الفطائر تاعي كامل طيبتهم وعا موجدين نشوفو انا دارولي ثمانية سوا سوا وكيما كمتوفو كبار يعني ضا عندكم مقلة صغيرة حين يجوكم صغار متحوفين يقيسو لكم حتى العشرة هادي الخرانية اللي كتوفو فيها طويتها على ربعة جات على شكل مثلث انتم ما ديروا الشكل اكيد اللي تحبوه هاد الفطائر يجو بزاف خفيف انتم من تجربوهم حبيباتي وتنجح معكم الوصفة اني نقرب لكم بشتوفو الشكل تحهم هكا نغيرو شوية يعني سوخطو في العشرة يعني الناس اللي تحب عشرة خفيف غير هاد الفطائر مع صلاطة رايحة تكون كافية نفتح لكم اكيد واحدة نشوف واحدة شوية باردة بسكارها بزاف سخون ان نفتح لكم واحدة شوفوا القوام بتحها من الداخل قلت لكم ليف خوماش قدم خيرتوا انواع هكا شابة والذوب قدم جوابنا الحشو الداخل يجي بزاف عيال الفطائر هذي تجي طرية شوفوا واحدها تتقطع انتمنا حبيباتي تكون عجبتكم الوصفة خليولي لايك خليولي تعليقاتكم ومتنسونيش بالبرتاج نقول لكم نحبكم بزاف ونتلقوا في فيديو مقبل سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة